نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا إلى فخمة رئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لفخامته بالصحة والعافية ولتركيا بدوم التقدم والنجاح جاء ذلك خلال استقبال فخمة رئيس الجمهورية التركية لمعالي وزير الخارجية ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي إلى تركيا حيث تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وكافة المساعر الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار فيها وقد كلف فخمة رئيس رجب طيب أردوغان معالي وزير الخارجية بنقل تحياته إلى عاهل البلاد المفدى وتمنياته لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة مستذكرا فخمته بكل التقدير مواقف جلالة العاهل المفدى الداعمة للجمهورية التركية من جانبه أكد معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن تقارب الرؤى والمواقف بين البلدين وبين كافة دول المنطقة حيال القضايا الإقليمية والدولية سيدعم المساعي المشتركة لنشر الأمن والسلام في جميع أنحاء المنطقة على أساس من الاحترام المتبادل لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتوقف عن أية ممارسات تهدد استقرار الدول وتعرقل وجهود تحقيق التنمية والرخاء وبعد اللقاء تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية البلدين حيث أوضح معالي السيد مولود شاوش أغلو وزيري خارجية الجمهورية التركية أن مباحثات فخامة الرئيس التركي ومعالي وزيري خارجية مملكة البحرين تناولت أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر إذ أكد فخامته أن الجمهورية التركية ستسعى لحل إيجابي لهذه الأزمة وبالتواصل مع كافة الأطراف انطلاقا من أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج من أمن الجمهورية التركية وبيّن معالي سيد مولود شاوش أغلو على أن موافقة البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في دولة قطر يأتي في إطار خطوات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2014 ولا علاقة لها بالأحداث الرهنة مشددا على أن القاعدة العسكرية التركية في دولة قطر تساهم في حماية أمن واستقرار منطقة الخليج ككل ولا تستهدف أي دولة على حساب أخرى من جانبه أعرب معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن تشرفه بنقل تحيات جلالة الملك المفدى إلى فخمة الرئيس التركي وأكد أنه بيّن لفخمته الموقفة تجاه سياسة القيادة القطرية وممارساتها ضد أشقائها وأن خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر كانت ضرورية ومهمة للحفاظ على أمننا مؤكدا بأنه يجب على قطر أن تغير من سياساتها وتتوقف عن أي ممارسات تهدد أمن أشقائها ورحب معالي وزير الخارجية بتصريحات وزير خارجية الجمهورية التركية حول دور القاعدة العسكرية التركية في دولة قطر وتأكيده على أنها ليس لها علاقة بالتطورات الراهنة وليست موجهة ضد أحد مقدرا اهتمام فخمة رئيس التركي بأمن المنطقة واستقرارها ومتطلعا إلى حل وتسوية هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر